اشتركوا في القناة من الوزير نجاح الشمري الى قطع يد الفساد واقتلاعه من جذوره الوثائق تظهر قيام وزارة الدفاع باحالة عدد من الضباط وبرتب رفعة الى دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة لتسببهم بخسائر مالية كبيرة للبلاد تقدر بنحو 16 مليون دولار عبر فشلهم في الدفاع خلال دعوة اقامتها شركة لبنانية مرفوعة ضد الوزارة بالمحاكم اللبنانية نتيجة تكليف وارسال اشخاص غير مؤهلين للترافع في القضية خلافا للسياقات القانونية والانكى من ذلك هو ترقية احد الضباط الى رتبة فريق على الرغم من تسببه بخسارة الدعوة وما ادى اليه ذلك من الزام العراق بدفع المبلغ المذكور الوثيقة الثانية تظهر ردا سريعا واجراءات حاسمة وتتضمن قيام وزير الدفاع بسحب صلاحيات الضباط المقصرين ومنحهم اجازة لحين احالتهم الى مديرية شؤون المحاربين اضافة الى سحب يد احد الموظفين اجراءات الوزارة الفورية والحاسمة جاءت في مرحلة دقيقة وحساسة تمر بها البلاد فهي تقاتل الارهاب وفلوله من جهة وتساهم في الجهد الوطني للحد من وباء كورونا وقبل ذلك كله فهي صاحبة اليد الطولى في محاربة الفساد والمفسدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر